ترأس سعدة سيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل اليوم وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في سلطنة عمان الشقيقة خلال الفترة من التاسع عشر وحتى العشرين من سبتمبر الجاري وكدى حميدان أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع تأتي في إطار حرص المملكة على دعم العمل الخليجي المشترك وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في الارتقاء بأسواق العمل الخليجية وتبادل التجارب الناجحة خاصة فيما يتعلق بخطط وبرامج تأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية وتسهيل انتقال الأيد العاملة الخليجية بين أسواق العمل الخليجية وفقا لمبادئها ومساراتها المشتركة وأشار سعادة وزير العمل إلى دور هذا اللقاء الخليجي في تفعيل وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في مجال العمل ودراسة تطوير الأدوات التشريعية في دول المجلس لمواكبة التطور في المجالات العمالية ترجمة نانسي قنقر